بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان إيجاد عبارة دالة انطلاقا من منحناها البياني للثانية والثالثة ثانوي لجميع الشعب حيث قال المنحنة CF المقابل ها هو المنحنة CF ها هو أمامكم تلاحظونه هنا بالنقطة الحمراء قال هو التمثيل البياني للدالة F المعرفة على R يعني من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية بالعبارة F لX تساوينا A في X مكعب زائد B في X زائد C قال باستعمال المنحنة CF الذي هو هذا هو المنحنة CF قال عيننا الأعداد A B و C با قال شكل جدول تغيرات يعني الدالة F إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول الذي هو مهم إذن نكتب هنا تعيين ماذا الأعداد A B و C انطلاقا من ماذا انطلاقا من المنحنة ركزوا جيدا هنا أبنائي وانتبهوا أرجوكم عندنا هذا يسمى محور الفواصل وهو X إذن هذا يمثل X وعندنا هذا يمثل محور التراتيب لهو ماذا لهو F ل X انتبهوا أرجوكم كيف يمكن أن نستخرج هذه الثوابط لاحظوا إلى هذه القيمة الحدية التي تشبه الجبل X عندها كم إنه ناقص واحد Y الذي هو يمثل F ل X كم إنه ناقص واحد فماذا نكتب أبنائي نكتبها كذا F ل ناقص واحد يساوي ناقص واحد هذا الشطر الأول نأتي الآن إلى هذه الحفرة انظروا ال X عندها كم ها هو ال X إنه واحد يعني F ل واحد يساوي ما هي صورته انظروا صورته إنها ناقص خمسة فنكتب ناقص خمسة هذا القانون الأول إذن لأن يوجد لنا X و F ل X هنا X كم ناقص واحد F ل X صورته كم إنها ناقص واحد هنا X كم واحد F ل واحد كم صورتها إنها ناقص خمسة هذه الأولى نأتي الآن إلى شيء آخر ونتابع إذن كذلك عندنا شيء الذي نعرفه يا أبنائي هو هذا كذلك أرجوكم انتبهوا للمعنى الثاني أن تنعدم المشتقة عند كل حفرة وجبال ما معنى عند كل حفرة هذه قيمة حدية عظمى تنعدم عندها المشتقة معنى تنعدم المشتقة في هذا المكان وتنعدم المشتقة في هذا المكان اسمعوها تنعدم المشتقة عند القيم الحدية العظمى والصغر معنى F فتحة هذه هي كلمة المشتقة F فتحة لناقص واحد نجعلها تساوي السفر فرقوا بين F لناقص واحد يساوي ناقص واحد أما F فتحة فهنا لماذا لأن معامل التوجيه هذا يكون يساوينا كم صفر لأنها لا يكون إذن القيم الحدية اسمعوا القيم الحدية المشتقة عندها تكون تساوي السفر احفظوا هذه الفكرة وعندنا كذلك فتحة لواحد هذه كم تكون في هذا المكان تكون تساوينا كذلك صفر كم تحصلنا على من معدلة تحصلنا على أربع معدلات الآن ننتبه رويدا رويدا كيف يمكننا استخراج هذا ما علينا أبناء أولا إلا أن نأتي بالعبارة الدالة ها هي أمامكم لاحظوا وانتبهوا معنا عبارة الدالة إذن إذا عوضنا هنا بماذا بناقص واحد وهنا بناقص واحد قوة ثلاثة وهنا بناقص واحد تساوينا كم نجعلها تساوينا ناقص واحد انتبهوا أرجوكم فماذا ينتوج ينتوج لنا هكذا ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد كم هو ناقص واحد ناقص واحد في A صبح لنا ناقص A ثم ناقص واحد في B تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص B زائد ماذا زائد C يساوي ناقص واحد هذا الأمر الأول ثم عندنا نفس الشيء سوف يتكرر مع ماذا مع الواحد فتصبح لنا هنا واحد 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 نجعلها كم تساوي؟ تساوي لنا ناقص خمسة فماذا ينتج؟ واحد في واحد في واحد هو واحد في أ صبح لنا أ زائد بي في واحد إنه البي زائد سي يساوي لنا كم ناقص خمسة هذه معادلة واحد هذه المعادلة الثانية عندنا كذلك هنا نحتاج إلى المشتقة ليس إلى الدلاء تابعوا جيدا إذن كيف نحتاج إلى المشتقة؟ فنأتي الآن إلى هذه الدلاء نقوم باشتقاقها في استعمال المشتقة تصبح لنا F فتحة لX يساوي مشتقة X قوى ثلاثة أنه هذا المعروف أنه هذا ينزل وتنقص دراجة معنا تصبح لنا ثلاثة A في X مربع ثم عندنا BX كل عدد مضروف في X ليس X مربع في X لما نقوم باشتقاقه يبقى إلا العدد زائد B أما هذا الأعزب الذي لا يوجد له X لما نشتقه يذهب إلى صفرة الآن نأتي إلى التعويض لاحظوا F فتحة لناقص واحد تساوي صفرة معناه نعوذ هنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد الكل مربع ونجعلها تساوي صفرة فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا أركز وأرجوكم تصبح لنا هنا ناقص واحد مربع هو الواحد معناه تصبح لنا ثلاثة A في ناقص واحد مربع هو واحد معناه تصبح لنا ثلاثة A في واحد فنكتب ثلاثة A فقط زائد ماذا؟ زائد B يساوي صفرة ثم نعوذ مرة أخرى هنا بالواحد لما نعوذ هنا بواحد واحد ونجعلها تساوي صفرة لماذا؟ لأنها هي F فتحة لواحد تساوي صفرة فماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ يصبح لنا ثلاثة A في واحد ونبع تبقى لنا العبارة هي ثلاثة A في واحد هي ثلاثة A زائد كم زائد B؟ زائد B نجعلها تساوي صفرة تحصلنا على ماذا؟ على أربع معدلات ها هي الثالثة لاحظوا ها هي الثالثة وها هي الرابعة لكن الثلاثة والأربعة إنهما متساويتان أو متساويتين الآن كيف يمكننا إيجاد الآن انضلاقا من هذه المعادلات التي يمكن أن نقول ثلاثة فقط لأن هذه متساويتان لاحظوا وانتبهوا أرجوكم هنا نعود إلى قواعد الحساب ما رأيكم أبنائي لو نجمع الواحد مع الاثنان؟ اجمعوا الآن هذا مع هذا كم يعطي لكم؟ صفر لأن A مع ناقص A وعندنا ناقص B زائد B كم؟ صفر ونجمع هذا مع هذا كم؟ C والC يصبح لنا اثنان C يساوي لنا هذا مع هذا ناقص واحد وناقص واحد جمع بينهم يصبح لنا ناقص ستة ومنه C يصبح لنا ناقص ستة على اثنان أي أنه يصبح C مباشرة إنه ناقص ثلاثة فقط إذن كيف فعلت؟ جمعت واحد واثنان نكتب هنا يمكن أن نقول بي جمعة ماذا؟ بي جمعة واحد مع اثنان نجد نجد أنه C وجدناه كم؟ إنه ناقص ثلاثة بقي لنا الآن لإيجاد الـ A وماذا؟ والـ B لاحظوا أبناء كيف يمكننا إيجاد الـ A والـ B ما رأيكم أبناء لو نأتي بهذا إلى هذه الجهة؟ فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن نصبح لنا بي يساوي لنا ناقص ثلاثة يا أبناء لم أفعل شيء هذه الثلاثة نقلتها إلى الطرف أخر وأصبح بي يساوي لنا ناقص ثلاثة ونأتي بهذه القيمة تابعوا جيدا ونعوضها في هذا الموضع فماذا ينتج لكم؟ لحظتم؟ إذن قلت ماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا ينتج لنا أنه A ناقص ثلاثة A عوض هنا بناقص ثلاثة A زائد C السي قد وجد هنا مباشرة نعوض السي هنا في هذا المكان كم؟ بناقص ثلاثة إذن نكتب هنا ناقص ثلاثة يساوي لنا ناقص خمسة تصبح لنا هذه كم؟ تصبح لنا ناقص اثنان A يساوي لنا ناقص خمسة زائد كم؟ زائد ثلاثة تصبح لنا ناقص اثنان A يساوي لنا ناقص اثنان ومنه A يصبح يساوي لنا ناقص اثنان على ناقص اثنان أي أنه A تصبح يساوي لنا واحد فقط راحتم؟ بعدما وجدنا الآن قيمة A نعود بهذه القيمة التي وجدناها ما رأيكم ونعوذها في هذا الموضع فماذا يصبح يصبح لنا B يساوي لنا ناقص ثلاثة في A هو واحد فماذا ينتج ينتج لنا أنه B يصبح يساوي لنا ناقص ثلاثة فقط الآن يمكننا أن نأتي ونعوذ هنا A والB والC لإعطاء العبارة النهائية لهذه الدلة نقول ومنه F لX تصبح تساوي لنا A إذن عوذ هنا بواحد صبحنا X مكعب إذن قلت X مكعب الB كم وجدنا ناقص ثلاثة صبحنا ناقص ثلاثة X والC وجدنا ناقص ثلاثة ها هي العبارة الجديدة أو النهائية لهذه الدلة انطلاقا من منحناها البياني فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الأخير نكتب هنا جدولة تغيرات من الدلة F أكيد على مجال التعريف لهو R هنا الأمر جد جد بسيط هو ترجمة ما هو في المنحني إلى جدول تغيرات فقط إذا لاحظوا إذا جئنا هكذا وعندنا هكذا وانتبهوا أرجوكم وعندنا هكذا ونقوم بغلق الجدول ثم نأتي هنا وأول شيء مجموعة التعريف أنه X قلنا من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية عندنا شيء آخر وهو F فتحة لX F فتحة لX انظروا انظروا هنا جيدا كيف هي الآن سعدت ثم نزلت لاحظوا ثم سعدت لاحظتم يعني ما نجده فيه هناك فقط ركزوا جيدا إذن إذا قلنا هذا المكان اسمعوا جيدا F لX ننقل ما وجدناه في الجدول لاحظوا هنا وهنا وهنا لاحظوا جيدا وانتبهوا ما نحن قلنا ماذا قلنا أن المشتقائنا تنعدم تنعدم المشتقى عند كل حفرة وجبل هذا الجبل كم إنه ناقص واحد نكتب هنا ناقص واحد ونضع رمز الإعدام هنا وينعدم عند ماذا وينعدم عند الواحد ها هو الواحد ونجعل هكذا لاحظوا هنا نصعد كلمة نصعد معناه زائد ثم عندنا هنا ننزل ها هي النزل معناه ناقص ثم نعيد السعود مرة أخرى فنقول زائد الآن الناقص عندنا لو نلاحظ كذلك أبنائي إلى هذا المنحنى لاحظوا إلى هذا المحور هذا المحور يسمى محور نهايات وهذا يسمى محور مجموعة التعريف محور فواصل دائما نمثل مجموعة التعريف لاحظوا لما يكون ال ايكس هنا بجوار ناقص ما لا نهاية كم يكون منحنى المنحنى يكون بالنسبة إلى هذا المحور ترتيب يكون مازال في الأسفل فمعنى مازال في الأسفل معناه ناقص ما لا نهاية نفس الشيء لما يكون ايكس هنا يكبرна يكبر 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 إلى زائد ما لا نهاية. لاحظ المنحني يصعد مع محور الترتيب إلى المال النهاية فنكتب هنا زائد ما لا نهاية. ثم عندنا صورة اناقس واحد. انظروا ها هو ناقس واحد. ها هي صورته كم? انها ناقس واحد. وعندنا الواحد ما هي صورته? انها ناقس خمسة. اذا فنكتب هنا ناقس خمسة. ها هو جدول تغيرات هذه الدلاء. ماذا يمكن ان نقول على تغيرتها نقول أن الدالة من ناقص ما لا نهاية إلى واحد متزايدة ومن الواحد إلى الزايد ما لا متزايدة تماما عندنا هنا من هنا إلى هنا متزايدة تماما ومن هنا إلى هنا متزايدة تماما ومن ناقص واحد إلى واحد متناقصة تماما فقط أبناء إذن الدالة في هذا الجزء متزايدة وهنا متزايدة وفي هذا الجزء عندنا كيفية متناقصة يعني ما بين النقص واحد والواحد تكون متناقصة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته